الموريطانية ووحدتها الترابية التفاصيل اوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون انها تابعت بانشغال الجدل الذي اثارته التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة للامين العام لحزب الاستقلال حول حدود الجمهورية الاسلامية الموريطانية ووحدتها الترابية واكد البلاغ ان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ترفض بشدة هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق وتنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية التي سطرها جلالة الملك نصره الله والقائمة على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع موريتانيا الشقيقة وشدد البلاغ على ان المغرب يعلن رسميا احترامه التام لحدود الجمهورية الاسلامية الموريتانية المعروفة والمعترف بها من طرف القانون الدولي ووحدتها الترابية كما ان المغرب يضيف البلاغ واثق من ان الجمهورية الاسلامية الموريتانية ورئيسها وحكومتها وشعبها لن يولو اية اهمية لهذا النوع من التصريحات التي لا تمس سوى بمصداقية الشخص الذي صدرت عنه وشددت الوزارة على ان المغرب تحدوه ارادة صادقة لتطوير علاقاته مع موريتانيا والرقي بها الى مستوى شراكة استراتيجية تقوم على الروابط التاريخية القوية بين الشعبين الشقيقين الثقة والاحترام المتبادلين وتأخذ بعين الاعتبار الفرص الهائلة المتاحة للبلدين والتحديات التي يواجهانها وذكر البلاغ انه للاسف فانه بهذا النوع من التصريحات التي تفتقد للنج ولضبط النفس يسير الامين العام لحزب الاستقلال المنطقة نفسه الذي يتبناه اعداء الوحدة الترابية للمملكة والذين يناوئون عودتها المشروع لأسرتها المؤسساتية الافريقية اتنان وخمسون في المئة هي نسبة ملء السدود الرئيسية بالمغرب في مختلف الاستعمالات اي ما يفوق 7.9 مليار متر مكعب كمخزون اجمالية السدود التي سجلت نسبة ملء مئة بالمئة هي سد النخلة بهودة المختار سوسي وامي الخنج حسب الوزارة المتدبة المكلفة بالماء وبفضل التساقطات المطرية الاخيرة التي عرفتها بلادنا دخلت مختلف الحقول لمرحلة متقدمة من الانبات والنمو وهي فترة تتطلب من الفلاحين معالجة الحقول بالادوية لمحاربة الاعشاب الضرة ومباشرة عملية التسميد من مكناس روبرتاج عبسلام الخلوي وابراهيم الغوتي تبدو الحقول بالمنطقة في اوجخ ضرارها بعد الكمية الهامة من التساقطات المطارية